السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد للعراضات والمناسبات واليوم ان شاء الله سوف نعطيكم الطريقة كيفية تفضل الكوكتلات ويأتيكم طيب وفتي زبدة وبلا كثيرة القوام ويأتي جيدة كثيرة وسوف نعطيكم حتى واحد تتبيلة خطيرة لتفضلها للحم أي أنواع للحم تفضلها سوف نقوم بطريقة في القلاية الهوائية وحتى في طنجرة الضغط في الكوكتل بالنسبة للحم فركزوا معي مزيان مزيان سوف نعطيكم السر للفتاوة واللده كيفية تفضل وطيب وفتي زبدة والطريقة الصحيحة كيفية تفضل الكوكتل بالنسبة للحم وكيفية تفضل محمر وفتي لديد بالذات سوف نعطيكم تتبيلة لكل واحد لكي كل سيدة منكم تختار اللي عزبها سوف نحضر مع بعض سلطة للديو في العراضات باردة منعشة براقية في المنظر بشكل جديد في التقديم وبمكونات بصيطان تفرف كل بيت فكيف العادة شجعني بلايكاتكم ومتعلاقاتكم اللي كتفرحني بزاف بزاف وكن شكركم عليها وإلا كانت أول مشاهدة لكم القناة ألف ألف مرحبا بكم دغطة زر الشراك فعل الجرس باش توصيب جديد كل وصفات إن شاء الله سوف نبدأ على بركة الله باللحم سوف نأخذ هنا قطع اللحم اختاروا أي قطعة كتفضلوها إلا عندكم تروفة كبارة باش يدخلوا لكم في الطنجرة للضغط فحاولوا أنكم تقطعوهم هكال النصفين يبقوا بينين في الشوفة ولكن نقسموهم بحال هذه الكتوفة أنا قسمتهم حيث صغار قسمتهم على جوج سوف نقسم اللحم كامل ومن بعدها سوف ندوز نصيب التسبيل بسم الله بتسبيل اللحم أول شيء سوف ندروها وهي الملح وبنسبة للملح فلا تروش لأننا اللحم معروف أننا نرافقه مع الملح والكامل لذلك ندروه غير واحد الكمية بسيطة وعجل الملح سوف يبقى على حسب الضوء سوف نضيف له نصف ملعقة من الفلفل الأسود بهذا الشكل سوف نضيف له جوج مع القزب ريابس ودائما العبار نضيفه بالملعقة صغيرة القزب ريابس عنده فوائد كثيرة مزيان الأطباق الذي يساعد في الهضم من بعد سوف نضيف الفلفل الأحمر التي هي الحمارة أو الشونية كل واحد شنو كعيت لها سوف نضيفه واحد المعالقة وبنسبة للفلفل الأحمر إذا لديكم لكيتباك يكون مدخن في يومي فضيفوا منه نصف ملعقة صغيرة سوف نضيفها مع الحم سوف نضيفها من بعد سوف نضيفه هنا الزبدة سوف نضيفه جهد المعالقة كبيرة من الزبدة بهذا الشكل سوف نضيفها على التوابل وبنسبة للمكونات الخرى سوف نضيفهم خلال التحضير سوف نضيف هذه الزبدة جيدا مع هذا الخالط حتى نحصل عليه بشكل كريمي وعندما يأتي كل حمفتي ويأتي طيب زبدة ويأتي طيبة ويأتي طيبة سوف نضيف له جهد ملعقة كبيرة من الخل أي خل للطعام سوف نضيفه ملعقة كبيرة سوف نضيفه لأن الحمنUE لأن الحم الخرف يكون تكون كبيرة بجهد الدهون فلا لا يحتاج للضيف هذه التتبيلة جي رائعة أثناء بالنسبة للمنكيهات أو المنسمات سوف نعطيها لكم سوف نضيف في الطنزر لن نبتها بالمكونات لن نخلط المكونات قضي القطاع اللحم و نأخذ ايضا سكين و نبتها بلعب و نستقبل القطاع كاملين لن نبتها بلعب و من الافضل تركضهم و تنقل واحد تسويه لابد للقوام و من يجب التطيب لن نبتها بلعب اللحم المشوي يرى الاضافات اللي ممكن تزيده على القوام هذا ممكن تزيده ملعقة دي المراكز الطماطم مع ملعقة دي الخردة اللي هو الموتارد كي يجي ولداد بزاف خصوصا الي كنتو غا تشوف الفرعن غادينا نتبل الان القطع كلها وحتل هاد الطريفة دي الملوجه حتى هما غادينا لبسهم بنسبة لهذا فما تحتاجوش تديرو فيهم تقوب لان هما كيتشربوا القوام بسهولة يعني غادينا ناخد هناي الطنجرة دي التغط ما ندهنوها بتشي مادة دهنية لان هاداك الدسم اللي كي يكون في الخراف والي كي يعطينا المادة الدهنية اللي غاديت طيب لنا هاد اللحم هذا واللحم راكي يطلق المديال وخا ما نديروه الماء كنصف الفلقاطع اللي كي يشتو الطياف في الاسفل واللي خفاف كنديرهم من الاعلى بالنسبة الاضافات اللي هنديرو ايلا كنتو غا تشوي لحم دي البقري فغا تدفو لي وحط رفا تدير الشحمة كنتو غا تشوي غير الغنمي كيف ما غا ندير اناوا هادا كل اللحم دي البقري سوف نضيف دهون و شحم و شحم و سوف يتوفر في الدهن فالإضافات فقط لنضيفه نضيف هنا كركوبة بشوما نضيفها بالقشور نضيف ورقة الرند ممكن تضيف ورقة الرند تضيف ورقة اليازير تضيف زعتر يمكن لنضيفها لأنه يتجب أن تضيف هذه الحم تستخدم سوف نضيف وضيف في الطنجرة لا نضيفها دائرة صفارة سوف نضيف القدرة على الطنجرة و نضيفها على النار كيف تكون تبديوها في الأول و كيف تبديوها من بعد وضع الطنجرة على نار تجهدها في الأول نضع حين نراته فوقترات الماء نريد نضغط نضغط بعد مدة الساعة نضغط او لحيون الناس و نجمع الساعة نأخذ الوصف نبدأ بسم الله نضيف بالخروف نضيف الملح فقط نضيف الملح وضيف القليل من الفلفل الأسوات حاولوا كمينة ملحة سوف نصفه بنفس الطريقة في طنجرة الضغط لا ندهن فيها إذا كنا ندهنين كوتلات الغنم حاولوا انكم تديروا كمية الشحم لكي لا ينسق لكم في الطنجرة و تجمعوا لنا سوف ندهن في الطنجرة و ندهنها على النار بنفس الطريقة اللي درت بها الحم شوي و ندهن هنا القلاية الهوائية فحتى هي ناخدها كطرفة الحم و نوضعهم بها الطريقة و ديما الطرفة الحم نحاول نزحمهم على بعضياتهم و وراء الحم كي يكون تسعر من كتب كي تجمع سوف نزحمهم بها الطريقة ممكن نضف لهم 1 ملعقة الزيت و ندهن كيف ما تشوفوا معي في القلاية الهوائية ديما الطياب نصيحة لعمل سيدة كي يريدون طيبو فيها فما يريدون طيبوهم كتديروهم على النار اللي هي كتكون مهيلة بحالة سوف نطيبوهم على الفتيلة كيف ما كنقولو نزمان سوف نطيبوهم على الفتيلة أنا درت هنا ميو ستين باش ماشي تتحرقو لنا و يبقوا خضرين من الداخل و سوف نديروهم على خمسة وواربعين دقيقة و في نصف المدة ديالتها يضروا يتقلبوهم على الجهة الخرى سوف ندهن اللحوم كي طيبو و سوف ندهن بالتحضير السلطة اللي سوف نرافقو بها اللحم في الجوش الكاسرونات ندير زلافة الروز مع زلافة الكنوة و كل كمية الروز و الكنوة نزيد لها جوز لايف ديال الماء طبعا يكونوا مغسولين من قبل غير ما تغسلوهم شو بساف باش يبقى فيهم دوك النشويات ديالهم نضيف لهم الملح و نخليهم حتى يتسلقوا الكنوة را سبق و وريتكم العلبة ديالها في فيديو سابق را دائما نكتبو غير وصفو حدها مطبختي ما را تطلع عليكم الوصفات وهي راها مغدية و مفيدة بزاف غير دخلوها في النظام الغذائي ديالكم هنا كناخد هاداك الروز كنضف عليه لداند في ميلي كون مقطع كنضف عليه القليل من المايز الطون حتى هو والملح و الفلفل الاسود الاسود و من بعد نضيف السلسة المايوناز المايوناز را هم حضر في البيت را حضرته معاكم في فيديو من قبل سوف نحرك حتى نخلط هاد المكونات من نسبة دائما الروز اللي خليشو فيه نشا دياله ما كتحتاجوش ضيفه كمية كبيرة ديال المايوناز هو كي تجمع لكم غير بادي كمية كبيرة ديال المايوناز و كيبقى حبه حبه سناخد هنالكين واحدة هي نضيف لها المايوناز و غادي نخلطها جيدا و ما غاديش نضيف للملح لانا نسلقتها مع الملحة الملح كنت اضافته مع الروز غير حتى كنت قدرت مسائل اخرى اللي هي مسوسة باش نعادل الضوء من بعد كناخد قالب ديال كيكا او لاي قالب نشوف اللي يكمو اللي حتى علبة ديال بواطا ديال بلاسيك حتى هي ممكن تخدمو فيها انا قدرتها حتى تفيدك التقب في الواسط كندهنو بالزيت و كنصفف فيه واحد الكمية هنا يمن هاداك الخليط ديال الروز اللي خلطناه مع المكونات الخرى و كنبدأ انا كنحط و انا كنضغط من بعد غادي ندير طبقة ديال كينواف الواسط بالنسبة لكينواف كيعجبني نضيفها انا خصوصا هدي رفع الوان فيها البيضاء فيها الحمراء و فيها هدي السوداء كيعجبني نضيفها هي بخاك الطيب كتبقى مقرمشة كتجي بحالة درشي طبقة مقرمشة وسط السلطة ديالك وهي ركيب كتلكم انا مفيدة بزاف غادي نحاول ندير كمية و كنبدأ نضغطها باش كنساويها و كنساوي الطبقة كامل المبعضياته و ممكن نديرو حتى واحد البلاستيك و تضغطوه به على الجوانب ديال القالب باش كيشد الشكل دياله كامل و من بعد غادي نضيف في الاخير الكمية المتبقية من الروز و من نضيفوها حتى ينضغطو عليها و باش زوين هاد القادية اللي كتديروها كف العلبة را ممكن تضغطوها و تضغطوها في تلاجة حتى الوقت ديال تقديم عد كش قلبوها غير دائما القالب دهنوه بالزيت باش كتلكم سهولة في القلب دياله غادي نخليها جانبا بالنسبة الخضر اللي كتطيب في الطنجرة ديال الضغط و اللي كنطيبوها بلات الشيقترسمة و كتجي ألد على الخضر اللي كتجي مسلوقة و كنقدرو انها نطيبو كمية اللي هي كبيرة و مزيج ديال الخضر في فئناء واحد يعني في الطنجرة ديال الضغط اللي هي الكوكوت فالمبدأ واحد كتخسار الخضر اللي بغيتي اللي عندك فضر غادي تديره مثلا غندير بطاطا و خيزو غندير القرعة حيث الخضر الظخرة غادي نطيبها بطريقة خرا كيف ما غتشوف معاي فمثلا البطاطا صدغية كطيب و الجزر كي ياخد وقت على انه يطيب لنا بسرعة يعني كي يتعطل عليهم القرعة كطيب حلف حل بطاطا اشنو غادي نطيب اين بطاطا درتها قطاع هي كبيرة و الجزر قطعت رقيق و قطاع صغير حتى لا يأتي بطاطا يطيب بطاطا ديما هذا هو المبدأ إذا كانت مثلا البطاطا والقرعة سنضرهم بوحدهم فنقطع تلك الساعة طريقة كيف ما بغيت و القلب يخزو بلما تحيدوه سيأتي بنين غير يأخذ حقه من الطيب ويأخذ حقه من القوامة سيأتي بنين بلما تحيدوه في السلاطات والضياء فنبدأ بسم الله أول شيء نأخذ الطنجرة الضغط و ندهنها ب ملعقة زيت الزيتون و ندهن زيت المائدة و نبدأ دائما كيف ما ندير معكم في الفيديوهات انا كتعجبني هذه الخضرة حيث تجيبني هنا و ندهنها و ندهنها بمعنة و ندهنها بكل شيء نصفف هذه الخضرة بهذا الشكل كما ترى معي ندهنها بكل خضرة في الجن بحيث نخدم بكل واحدة بوحدها ندهن رشة الملح من الأعلى و رشة الزاتر لان من بعد ندهن لهم إضافات في الأخير و ندهن 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون من الأعلى ندهن على الطنجرة و ندهن لها الصفارة كيف ما ترى معي و ندهن نوريكم من شعلة ديال النار ندهن وضع الكوكوت ديالنا على النار و قبل ما نوضعوها نتكلم لكم على شعلة ديالنا فالنار في الأول خاصة تكون هكا ندهن مجهده ندهن على الطنجرة للضغط طبعا طنجرة ما لدينا لفها لا ما لا تشي سوائد ف ندهن عليها حتى تحبس فيها النفس و على نار مجهده ندهن ندهنها في حالكة يبدأ يخرج لنا 1 شوية الماء هذا الضغط اللي يكون داخل هو اللي يطيب الخضر و يطيبه في البخار بالنسبة للسيدات للطنجرة تلسق فضروري من تبعوا هذا الخضر ندهن معها و أحضروا بها كأس الماء لكي في البخار لدينا 4 كأس الماء كتب لكم الخضر من بعد كيف تشاهدوا معي الخضر قد تزموا مدة 10 دقائق حلوا عليها و راقبوها عندما تتترك جماشا الله طائبة خلي واحدة تبرد الخضر في هذه الطنجرة ممكن تدخلوا هات الجولة تدروها في بلاسة في عطيار هوائي و بعد ذلك الساعة سوف تدروا لهم تتبيلة لهم و ممكن سيدات تحضرواها مسبقا و تدروها في علبة كيفما سوف نقول لكم من بعد هنا يصففتهم ضفت لهم البقدون يكون مقطع و ضفت لهم كمية من العسر الحامض و ممكن تعودوها بالخل ضفت لهم زيت المائدة كاملين و خلق جوزة والى اضافتها على الساعة و اضفت لهم الزيت المائدة و نضيف الملح و نضيف لهم القليل من ألف الفلفل السود كما ترى و الضفت لهم و الملف الفلفل الأسود لنقدم باردين اشترك قليل الساعة وبالتالي تبعبان تتبيه لها من يجب عليها القوم تنجد قبل تقديم المباشرة اضافات ممكن اضافات لها باربا ممكن اضافت لها حتى البصلة ستكون مقطعة حتى هي ممكن المسائل اللي كتكون كتفسد بحل البصلة كانت تفسد لها قد نضيده فعلا نقوم بقلينا مزيانة سنضح المكونات انضح المكونات نحضر الزيتون مع زيت المائدة في مقلاج وضفت على اللوبيا نضيف لها الملح و المطارد من الأفضل نضيف لها التوم طري لنضيفك الجهة الماء ليس قطاعها بالماء سوف نضيف لها الماء بما السفلة و تعطينا الوضع لها التوم الطريق من بعدها نضيف لهم الماء لنضغط عليها جيدا و نضيفها الطبيل حتى تنجف الماء بشكل هذا ممكن تغطيها لكي لا تبخر لكم الموضة من بعد نضيف لها 1 ملعقة من المركز الحامض الممكن انكم تعودوا غير بالحامض من السيارة تقطعوه وتطحنوه اضفت الفلفل الحار و اضفت المعدنز لكي يكون مقطع بيت الشكل هذا و نحركو صوتها هنا على نار مجهده بشرب لنا ممكن اضفوا 1 كمية من زيت الزيتون على الاخير منيك تنشف من المادية لها كامل نضيف لها القليل من زيتون الأخضر كي يجي واعر بزاف كي يجي لديد فيها و ممكن نضيفه حتى الفلفلم شوية حتى هي كي تجي رائعة معها بزاف كنضيف المعدنز في الاخير و غادي نطفعو عليها هذي كي تجي مختارة الفوك تجي محمدون ممكن ايضا نرافقها كسلطة ساخنة مع الاطباق ديالنا منسبة للسلطة الموالية فكن نحتاج لها 1 نصف حبة ديال الملفوف اللي كنقطعها في حلقة للقطع اللي هي صغيرة انا اخترت هذا الافون اللي كي يكون اللون دياله بنفساجي كنقطعها المكاعبات اللي هي صغيرة بسكين و كل ما قطعتها صغيرة كل ما غا تشرب لكم القوام كتر و غادي نضيفها على كمية من الهبات او للمقاروني اللي كتكون عندي مسلوقة في المول ملح و زيت الزيتون كنضيف التفاح كنضيف اللو بي احمر المعلبة وهذه اختيارية ممكن تصغنوا عليها كنضيف الفلفل الاحمر المشوي و كنضيف كمية من اللحم المدخن اللي بنك هذي السوريمة و نضيف زيت المائدة مع القليل فقط من زيت الزيتون كنضيف لهم العسار الحامض و كنضيف لهم الملح و الفلفل اسود و القليل من العسل و بالنسبة للاضافات اللي ممكن اضيفه ايضا حتى الجزر المحكوكرا يجيل ديد مع واحد المعلقة ديال كيتوب حتى يجي رائع بزاف هذي الخلطة دي هذي وهذه من الصلاطات اللي تحضروها من قبل بواحد ساعة و لساعتين باش هذي الملفوف كيشرب القوام و كيطاح و مكيبقاش مقرمش بزاف غادي نخلط المكونات جيدا و كيفما كتشوفوا معي كيجي اللون ديال هجمين و حتى المضاق و هذي ندزول تحضير ديال السلطة اللي غادي نديروها فقلب ديال الحبة ديال الاناناس فكنناخد هنا يا حبة ديال الاناناس وحدة اللي غادي نفرغها نقسمها عفوا في الاول قسمين و من بعد ما كنقسموها كنحاولونا نقطعوها من الداخل بهذا الشكل هذا و نديرو فيها واحد الخطوط دائما نقطعوها بهذا الشكل هذا بالسكين و من بعد عودوا قطعوها بالطول و بالعرض و كنناخدوا واحد الملعقة و كنبدو نضغطوه و كننهزو ديال القطاع بهذا الشكل هذا و حتى تحيدوهم من بعد كنحيدو لهذا القلب اللي كيكون فيهم من الداخل كيكون ما كيتكلش و قاسح في العضة دياله غادينا من بعد ما فرغتهم كنناخد هذي الحبة ديال الاناناس و كنقطعوهم القطاع ليهم صغر هذه السلطة كتجبار و كننعيشو في واحد المزيج المزيج عفون اللي هو متميز ضفت له هنا يحبة ديال المونج و هذه اختيارية ممكن تعاوضها بالتفاح كننضاف السلطة من مقطع اللي ممكن تعاوضه حتى هو بفواكه البحر مثلا الكروفت اللي يكون مصوطي و مقطع القطاع صغيرة نضاف الزبيب نضاف هنا الجبن الاحمر اللي مقطع القطاع اللي هي صغيرة و غادي نضاف هنا احتى واحد الكمية من هذه الكانوة اللي كنا سلقناها في الاول كان ذلك كمية سلقة ابومنا ديال اضاف الملح و Learner نضاف القليل من العسل قد نضاف العسر حامض و نضاف فقط زيت المائدة من حول زيتان أو كمية من القرقع بل95 هنضاف هنا من ملعقتين جرائع الكثير من السلطة و تعطي طعم التلادة او لم اكل تلك الكثير من السلطة فساة هي صدقتي لقلبها لانه يجب على المنزل سننخلط الكل وعلى الاخير لقد قمت بإضافة كميه دي القرقع نراجع اللحم لنا اقبوه هل تجيب معي الحم يجي طيب تجيب كثير و حاولوا تقلبه فنصف المدة نحرك هذا الشكل مره 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 حتى نحس بيه بحاله كدخله الطياب بعد مره من بعد نحل عليه 20 دقيقة ركن طاب لياه حيث ما شاء الله كان فتي بزاف ومحتاجي انا نضاف له الخل إلا بغيتو تفتيوه كتر فحاولوا نضاف له الخل من هذا الشكل نحلو عليه وكل قوي طيب بهذا الشكل هذا وكيف ما كنتشوفون كلي شوف الضوء عندك الساعة سنجهد عليه النار كي نطلق واحد الكيمية من الماء سنجهد عليه النار ونحركه مره 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 حتى يتشرب هذا الماء وكيتجمر لنا وكتبقى غير ذيك الضوء معزولة انا وراتي لكم في القاعدة غير ذيك الضوء اللي كتبقى معزولة في القاعدة مهم معرفش وش تتتموه في حالي ولكن انا في العيد الكبير هاد الكوتلات هو من الحويج اللي يعجبوني خصوصا كيف مشوي في الكوكوت كتلوحي مليحة والبزار وهو ضغي وزد كي يجي ماشا الله كيف كتوف معي شهيدكم في الجنة كي يجي فتي وكي يجي ديد بزيب الحم شوي حتى هو وكذلك يطلق الماء مره مرة كتحركوه وكتبقى وتعريو عليه وتخليوها كحتى تجمره وان شاء الله حلي تعالي لقيته تجمره في الطنجرة من بعد سنجهد عليه النار ونخلي حتى تتعزل ذيك الزويته وصلنا دابل المرحلة للدريساج او التقديم دي السلاطة وكيف كتوفو وجدنا المكونات دينا كاملين اهم حاجة كتسهل على السيدة لانها تحضر السلاطة من قبل او لا تحضر اي عرادة من قبل هو تحضير المسبقة يعني مثلا هكالخضراء لا يجب ان تفسد وتبقى حتي ومين في تلاجة غير من تكون يحطها في تلاجة تكون ناشفة من الماء وتاخذ بحلقة الورق النشاف كتفرشي في علبة وتحطي فيها هكالخضر وتسدي عليها الورق النشاف والخضر ديالك مكترى لحتى حاجة يعني شي كامل ممكن تحضير تحضيرات مسبقة الحاجة اللي نسحكم انكم تحضروها مثلا في ليلتها او في نهارها هي هاد السلاطات اللي كتكون فيها في حلقة الفواكيه مع الخضار يعني كيكون فيها هذا المزيج من الافضل باش ما تحماتش ليكم او لما تفسدت وتبقى في الطعم ديالها حضرها في نهارها وبنسبة لهذه نصيح المبتدئات والعريسات الجداد ولحتى السيدات اللي كيبغوح تتعرفوا حاجة مصعبة غير تنظيم ورقة السيلوكت بي انا غنضر هذه وهذه وهذه وجددك سعلات في الساعة وتحجمت غلبك نحاول دائما في المونتاج نضي لكم كل شيء حتى تنسى لها وعد ندوز للطبق الاخر ولكن اذا أريدت أن أعطيكم مراتي الخدمة كيفية او كيفية تستطيع ترتبع رأسك كانت عندك سعراته او مناسبة اذا أريدت ترتبع الأمور دعوه لي افتعلك وان شاء الله ندوز مع بعض التقديم السلاطة وما سنقطع عليكم كيف العادة غير سنسرع المقطع وماذا تتعجبكم القضية التقديم يعني نتطرق عليه بالتفصيل هنا سرحت الخصل طبعا اللي يكون مغسوله من الشف وكان بدأ قدرت هاد القطع باش السلطة ديانة تبقى نقية لكم ننسى اليوم منها ونبغوا نجمعها مالقوش فيها مشكلة في الجميع دياله قدرت فيهم هذيك السلطة ديال الملفوف وهنا يدرت الحبات ديال الانانس وعمرتهم بهذيك الكمية اللي حضرت ما شاء الله كتكون وافية او زاكية رادرتها حتى في أطباق مرافقة وغادي ندوز هنا باش نحضر معاكم الخضار في الجوانب وكناصحة المبتدئات دائما في التقديم ديال الخضار إلا عندنا شي خضارة درناها من هات الجهة كنديروها في الجهة المعاكسة من الجهة المقابلة كيفما كتشوفوا معي درنا الجزار من هنا درناه من الجانب الاخر درناه مثلا من ليمن الاخر كي يكون ملاسر كنصفف الخضار ديالي بهذا الشكل هدا غندير الجزار غندير البطاطس غندير الباربة وغادي ندير حتى هديك الجزار اللي كيكون هاكا صغاور كيكون حلو كيكون لديد بزاف غير تبلوه وهو كيبغي يجلس في القوان وكيبغي تصوته الصراحة كيجيل لديد كتر غادي ندير الباربة هي الاخيرة ومن الباربة احتية من الحوج اللي ممكن يلاخفتوها تفسد لكم الخضار اللي في الجانب ديالها ممكن تديروها احتية في طبق بوحده ومن بعد كناخد هنا طباس لات وكندير فيهم هديك السلاطة تجي سخونة ديال اللوبيه خضره وكننا وضع هديك القالب في الوسط وعليها غادي ندير هنا في الجوانب كنزين ديك ساعد زين راك يبقى ختياري كل السيدة والابداع ديالها انا اخديت هديك الاناناس الاخورى كنت اخديت لها الراس ديالها ودرت فيها متعشة سوريز وهي اللي زوقت بها كنقلب هدي في القالب الى عندكم الخاص فازيدوه كتر باش كتجي هي ضايرة بها الخضورية ومن بعد كن ندير هديك القطعة ديال الاناناس كيف تلكم في الاعلى ديالها وكن بدأ كندير بحل ورائدات كندير لهم حبة ديال المتاشا سوريز يا اما صفرة يا اما حمرة كنخالف الالوان وكنديرهم ميلين بهذا الشكل هذا من شاخ كيوتخي انا درشهم هكا يجو ضايرين بهذا الحبة ديال الاناناس موما انا تزين منعقلي كل السيدة وكتدير اللي زمان لكي نسبها كنديروها في الوسط كتجي ما شاء الله صراحة وانت تصوري معتها حقا قدمة يبنت جيت رائعة بزاف وعجبات الكل هنا اخذت لك خوكات ديال البطاطا انا بغيتوهم يجب عليها في التعليق وننزلها لكم في كل سرور كنفرشو الربيع ما كنديروش ليه الخص وندير هدوك الكوتليت في الجوانب وكندير هدوك الملوجة في الواسط وابنسبة للملوجة فاش كنت طيبهم اضفت ليه موحدة الملعقة ديال الزيت ملأ أعلى بشي حمرتهم هكا اضفت ليه موحدة ونضيف في الواسط هذه الكميه اللحم في الكوكوت وكيف قديمة يبقى اختياري انا كنحاول ديما نعطيكم افكار وكنتمنى هادشي اللي كنقدم لكم من الاعجاب ديالكم وتجاعت ديالكم انا كتفرحني بزاف بزاف الوصلات معي دائما تخليها في التعليق وكيف العادة خليوا ليه حتى الاطباق ان شاء الله نزليكم مهم انا هنا يرا كنصفف هذه القطع ديال اللحوم في الواسط وغادي نوريكم حتى اللحم كيفاش كيجي ماشاء الله وكيجي فتي والديد بزاف رافقته انا مع الملح ورافقته مع الكامون ورافقته ايضا حتى مع الفلفل السودانية غادي ندوز هذه الزيتة اللي كتكون بقاتلينا هذه كرا غير الشحم الديب ديروه من الاعلى كاعتق فيها اللمعة وكيجي حتى هو الديد وصلنا لنهاية ديالفيديو كانت من هذا العراضة او الاقتراح اللي نزلت ليكم من الاعجاب ديالكم ان شاء الله ننزليكم اطباق اخرى فخليوها ليه وقلو ليشنو اللي نزلو دا بشنو نكملو في العراضات الاطباق اليومية وصفات مختلفة هكال يعني بشكل يومين شو ما خليو ليه ان شاء الله نزليكم كان حبكم القلب وشهيتكم في الجنة حقكم كاملين في الجنة ما كراش نجمعوه ما عدنا كينديرو الله يجمعنا في ساعة الخير كان حبكم بزاف بزاف تلقى في فيديو جديد سلام عليكم اشتركوا في القناة